أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق النوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرغتين ينقلب إليك البصر خاسدا وهو عزير ولقد زينا السماء الدنيا بمصافيها وجعلناها أرجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرج سأذب خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما أكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم أغفرة ونجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بناك الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلغلا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تبور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء نصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمة إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي ينصركم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداك أمن يمشي سريا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما تشكون قل هو الذي نرى أكل في الأرض وإليه ترشون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما أرزل فتنسيه أتوجهه الذين كفروا وقيم وقيل هذا الذي كنتم به تدعمون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحل قل هو الرحل آمنا به وعليه تركلنا فستعلمون من هو في طلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم والله فمن يهديهم بماء معين صدق الله العظيم قلت نشارك قلت نشارك اشتركوا في القناة